اليوم هاي محاضرة بسيطة ومختصرة عن راديولوجيكا الاناتومي يعني الامجينج شلور راح نقدر نقراها النورمال برين شور راح يطلع ادنه بالسيتي والاماراي وشور راح نقرا الاناتومي مالتا يلا نبدي بسم الله الرحمن الرحيم هذي هسه راح تشوفون هنا 2 view of exeal CT scan of brain اذا نجي نقول هذي شون عرفنا CT scan of brain راح تشوفون انو البرين محاضب هاي الهالة البيضة اللي هي عبارة عن شنو عن البون البون of skull ليش طلع البون ابيض لانو سيتي سكان هي x-ray عادية تعتمد عالدنسيتي ما تشوف اش كد مد يكون الدنسيتي راح تكون الابزوبشيو التعالية والي هذا البون يطلع عدنا ابيض فأول واحد هذا البرفرر رح يكون هذا البون منسبة للإنسايد البرين رح تشوفون هذا الخط المتعرج اللحات الوانة هذا الалосьpie white inopivery هذا الwhite line ال介ancies هذا هو الـ grey matter لأن الجري matter سيكون البرفرر الإيد بربين فلغير matter رح يكون white بالSitiscan الغري ماتر appearing white on the city scale الويت ماتر appearing الغري هاي الويت ماتر اللي شوفوها بالسنترال راح تكون يجمثل الفينجر لايك بروجيكت هذي هي الويت ماتر الويت ماتر راح تكون لونها الغري منطقيا ليش نفس الفكرة انو الغري ماتر هي بيها النيورون سيل بيها نيوكليا وميتو كوندرية في كل ابزوربشن مالتها للأكس راي عالي فيطلع لونها bright الويت ماتر هي البيارة عن نير فايبر ومالين شيل فإذن يكون الابزوربشن مالتها للأكس راي قليل فتطلع بقائدنا هذا الدارك اللي هو بالجايراي ما البرين هذا هو عبارة عن السي اس اف فلويد هذا السي اس اف اللي هو كلير فلويد فتكون الدنسيتي مالتها قليلة والابزوربشن مالتها الاشاعة قليلة هاي بالنسبة اللي قاعد نشوفه بالفيلم الاتجاهات بغل الصورة هذا المريض يكون بالامجين يعني بالسيتي ولا ما راي فرق المريض عن الصور العادية انو راح يكون المريض ان سوباين بوزيشن هذا يخلي شدو يخلي هذا الاتجاه هو الفرونت أوف بيشن and this is the occibe of the patient so this is the frontal and this is the occibe this is the right side and this is the left side like any x-ray film mirror image this is the right side of brain and this is the left side of brain this is the frontal of the patient and this is the occibe of the patient okay and now we started with a brain anatomy this is the frontal lobe okay parietal lobe and occibe lobe this is the left frontal lobe left parietal lobe left occibe lobe in the next slice we can see there is the two banana shape hypodense structure this is the body of the lateral ventricle body of the lateral ventricle which is filled with the csf fluid so it's appearing black this is the frontal lobe this is the parietal lobe this is the occipital lobe and this is the body of the right lateral ventricle right lateral ventricle okay next slide sorry next slide as we can see this is disappear of the body and instead of it there is the two horn this is the frontal horn of the lateral ventricle and this is the occipital horn of the right of the lateral ventricle the frontal horn for the frontal lobe the occipital horn for the occipital lobe and this is now it's the temporal lobe of the brain so the appearing of parietal disappale of parietal and appearing of the temporal lobe so in this slide this is the frontal lobe temporal lobe occipital lobe okay other slide هذه هي الفرونتال، تمبرال لوب، ووكسيبتال لوب. هنا، هناك دفع الانترقل مجرد قناع، يتوصل الانترقل الانترقل إلى الانترقل. الانترقل الثرقل ماما هو عبارة عن شورت كنال، مثل الشق. مجرد قناع توصل الانترقل الانترقل إلى الانترقل الثرقل. فممكن إنه إحنا نشوفه بالامج وممكن منشوفه، إذا ما شفنا نعتبره النورمال. يمكن أن تتترك الانترقل الثرقل إلى الانترقل الانترقل إلى الانترقل لوب. هناك دفع الانترقل. تم time as we can see here's the frontal lobe temporal lobe and here's the cerebral appearance okay this is the frontal temporal occipital and of occipital lobe this is the area of hypodense الأرض التي تهدر Earl عل pennجز قبض Teddy النظري العين النظري العين وغلية هي البر انذاب العين هأس فرغة ذلك ال smell یہاً فشتغض الشمال ونطور اللغة المنطقة العبورة الى المنطقة العملية الأخيرة سيوتي في الخلف السيارة لذلك تصور التحلقه للفرن العبر الأغرب العرب وكن شخص المنطقة الأغلب العرب الأغلبة إذا قام لها مرة الأولى هناك تظريت جويلة circol of oil is it simple supplies of the brain måste behavioral villainsotherio one mean two interior internal carotid artery البBSAL ALTERY internal carotid artery e 1 basilar RNE internal carotid artery a selon ile and here cell去 arterio ANTERUR LOB with the middle cerebral artery her we can see it is the middle left middle cerebral artery and this is the right middle cerebral artery وهنا anterior cerebral artery. هاي النقطة السودة هي هاي ال basilar artery اللي راح نقسم الى right and left posterior cerebral artery اللي يزودنه ال posterior focea والأكسبوط. هاذا النورمال appearance of the brain. اوكي. سوري كل ساعة نفس الخطأ اخطأها. هادسة هذا الاماراي. this is the MRI. الفرق اماما بين البكترز مع الاماراي والسيتسكان راح تشوفون ان البون ديسابير. اختفى عدنا البون. اللي طلع عمكان البون شنو انو البراين اصبح اكثر وضوحا. so the MRI is the soft tissue technique. soft tissue technique as we can see. this is the details of the midbrain. here the head of the codating nucleus. this is the lentiform nucleus. the thalamus internal capsule. so we can see all details of the brain anatomy. okay. بالاماراي ماما عندنا 2 imaging. هذي هي T1 weighted image. وهذه T2 weighted image. بالنسبة لكم. Physiologically هي ماما مطلوب تعرفون شون يعني T1 و شون يعني T2. هذا الفيزيكس مال الرانين. يعتمد على ال relaxation time مع البروتون. كل المطلوب من عدكم ماما انو تعرفون هاي الصورة T2 لو T1. فالشان راح نعرفها؟ نعرفها من الفلود ماما. اذا طلع الفلود لما هذه الخزنة لون أبيا. فالشان راح is the T2 weighted image. اما اذا طلع عندنا الفلود اسود فالشان راح is the T1 weighted image. إذن هذه هذه عظي راح've view. على اماراي. راه. راح of brain T1 weighted image هذه عظي الاناتومة ماما. نفس الاناتومة ماما. هذا الفونتال لوب. هذا هو الرابة من الواجتر. هذا هو ماذا الميزة الثانية اللي ما راي ماما انه هو ملتي بلانر ملتي بلانر يعني شنو يعني نقدر ناخذ الصورة باكثر من بلين باكثر من بلين مثلا ذيك الصورة كانت اكزيال هسا هاي الصورة شنو ساجتال فيو ساجتال فيو از وي نسي شوفوا راح الديتيال زيكت واضح هاي صورة تيوان ليش لان هاذا الثيرد فنتركل الفلوت طلع السود شوفوا الكوربس كلو واضح هاي الثلمك هاي اللي شنو نقول عليها براين ستم هاي البونز والميدالة البلينغاتة السربر هاي السربر هاي موسفير واضح شوفوا الاناتوبي مع البراين كلش واضح صوفت شو دتيالز واضحة عدنا كلش هاي الاناذر بلين اللي هو الكورونال فيو الكورونال فيو يعني فرونت يعني كأنما المريض دايبار لنا المريض فحون ايش راح نشوف هادي تيوان هاي تيوان هاي تيوان مترر راح نشوفو نهو هنانه الفلوت هاي نفاس هاي الصورة بس الفارق انو هاي تيوان وهادي تيوان شكرا جزيلا